اشتركوا في القناة الام سيفن والام ايت الى كنت باقي عقل ولكن الان كما تراحضون في هذا الفيديو لقد اصدرت اش تي سي هاتفين فقط في العام الماضي ولكن قد يأتي اول هاتف في عام الفين واحد وعشرون قريبا مما يشير الى اقبال اكبر هذا العام كما تراحضون ديزاير واحد واربعون برو فايف جي هو ان شاء الله النسخة لغادي جي من الميد رينجر او ميناء الفئة المتوسطة هو الاسم المزعوم للهاتف الذي ظهر في هذا التسريب امامكم في هذا الفيديو صور حقيقية لهذا الجهاز جهاز اتش تي سي ديزاير واحد وعشرون برو فايف جي تمت ازالة المصدر الاصلي للصور المصربة لكنها ظلت على سلاش ليكس رقم موضي للجهاز هو اتنان اي كو اي جي واحد صفر صفر ويعمل بنظام اندرويد عشر خارج الصندوق اي ربما عندما تقوم باستعماله فقط لفترة يعني فترة وجيزة سوف يقوم ان شاء الله بالتحديد لنفسه الى الاندرويد 11 الجديد تصميم الامامي كما تشاهدون امامكم على الشاشة ليس شيئا غير عادي بل هو الذي حواف جانبية سميكة وضقن بفتحة مركزية للكاميرا الامامية اذا حكمنا من خلال التوهجات حول حواف الشاشة فمن السهل افتراض ان الهاتف يتميز بلوحة IPS LCD بالذهاب الى الخلف نرى لونا اخضر نعناعيا يعني بحل نعناع دير مع النسيج يشبه الياف الكربون يحتوي اعداد الكاميرا الرباعية على مستشعر بدقة 48 ميجا بيكسل في وحدته الرئيسية ونظرا لعدم وجود قارئ بصمات اصابع في الخلف ولا يمكن ان تستوعب لوحة LCD واحدة فمن المحتمل ان تكون مدمجة في زر الطاقة المثبت على الجانب نظرا لان هذه هي المرة الاولى التي نسمع فيها عن الهاتف فليس لدينا اي شيء اخر بخلاف ما نراه في الصور ربما استظهر تفاصيل اكثر لرسم صورة كاملة عاجلا وليس ااجلا ما رأيكم حول او في عودة HTC للصوق او للمنفسة بالهواتف المتوسطة او بالهواتفها هواتف ديزاير والهاتف اللي اقدمه لكم في هذا الفيديو والذي تكلمنا في هذا الفيديو هذا التسريب الكامل للديزاير 41 برو 5 جي ربما من ناحية البرو سوف يكون هاتف جيد جدا ويقدم لنا كثير من الميزاته بثمن جيد وايضا يقدم لنا ال 5 جي فهذا شيء جميل جدا من HTC فهذا شيء جميل جدا من شركة HTC كثير منولها التوفيق ان شاء الله وما تنسى وشال انكم تشاركوني ارائيكم ضمن التعليقات كيف وجدتم هذا الهاتف وكيف تتوقعون عودة HTC لمنافسة من جديد بعدما كانت رائدة الهواتف في عام 2015 و2016 وعشنا معها ايام جميلة صراحة مع الهواتف الرائعة التي قدمت لنا اخر صيحة في التكنولوجيا انا داك كنتمنى على ان الفيديو كنا لعجبكم وما تنسوش على انكم دعموني بالضغط على زر لايك والضغط على زر اشتراك وتفعيل زر الجرس لكي تبقوا دائما في المتابعة بقى حلقتنا قادمة ان شاء الله دمتم في رعاية الله مع السلامة شكرا